بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يدعو الأخوة السعوديين لكي يتبعوا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في مسألة الولاء والبراء ربما يستغرب البعض أن يدعو أحمد الكاتب المتهم بالتشيع والديمقراطية أن يدعو السعوديين إلى اعتناق الوهابية ولكن رغم اختلافي مع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وانتقادي له في كتابي عن الفكر السياسي الوهابي إلا أني أود الآن التوقف عند مبدأ مهم في فكر الشيخ عبد الوهاب وهو الولاء والبراء الذي اعتبره أو اعتبرهما إذا واحد طبقهم بالعكس يعني من نواقض الإيمان أهم شيء يعني في دعوته كانت دعوة التوحيد وهناك نواقض الإيمان الثمانية أو العشرة هذا المبدأ الذي استخدمه الشيخ عبد الوهاب ضد العلاقة مع الدولة العثمانية وعامة المسلمين في القرن الثامن عشر وأتساءل أين موقف الأخوة الوهابيين أو السلفين إذا ما يحبون كلمة وهابيين من ولاء آل سعود للأميركان والصهاين ومعاداتهم للمسلمين لا سيمة الشعب الفلسطيني المقاوم شرط الولاء السياسي لآل سعود فقد اشترط الشيخ محمد ابن عبد الوهاب شروطا ثمانية أو عشرة في رواية أخرى للإيمان وكان منها الولاء والبراء ولذلك لم يكتفي من المؤمنين بدعوته عن سر وهابي مثلا مجرد الامتناء عن الاستغاثة بالأولياء والصالحين أو زيارة قبورهم وطلب الشفاعة منهم وإنما طالبهم بترجمة إيمانهم إلى موقف سياسي عملي وذلك بالانضمام إلى صفوفه وصفوف دويلة آل سعود التي قامت في القرن الثامن عشر واعتبر من يتردد في ذلك أو يتخذ موقفا مؤيدا للمشركين كما كان يقول يعني بقية المسلمين إذا واحد أيدهم يعتبره كافرا أيضا وقد قال في رسالته إلى شريف مكة أنه يكفر حتى من يعرف التوحيد التوحيد الذي حسب تحليل أو نظرته الذي أظهره للناس ويقر بأن الاعتقاد في الحجر والشجر والبشر شركم بالله حتى هذا الشخص الذي يقر ويعترف إذا لم يهاجر إليه وفضل البقاء مع أهل بلده والكتال معهم يعتبر هذا كافر هو يقول أنا أكفر هذا الشخص ومن هنا فقد أعلن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جميع بلاد المشركين يعني العرب اللي في الجزيرة داراً للحرب وأمر أتباعه بالانحياز إلى جانبه وإعلان الولاء له والبراء من أعدائه واعتبر الولاء والبراء شرطاً من شروط الإيمان وتركهما ناقباً من نواقب الإيمان الثمانية أو العشرة هذا كان فيه بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى في أواصط القرن الثامن عشر نجي إلى القرن التاسع عشر لأن دولتهم هذه سقطت وقامت دولات عديدة في القرن التاسع عشر الولاء والبراء في الدولة السعودية الثانية تسمى وبما أن الحركة الوهابية كانت تعتبر الدولة العثمانية كافرة ومشركة فإن الولاء والخضوع والتبعية لها كان يعتبر في نظرها عملاً مناقضاً للإيمان والتوحيد وعندما انهارت الدولة الوهابية السعودية الأولى واحتلتها القوات المصرية العثمانية انقسمت الحركة الوهابية بين معارض وموال لها ونتيجة لذلك أصيبت بأزمة خطيرة انعكست على علاقاتها الداخلية حيث أخذ المعارضون يكفرون المواليين والمتعاونين مع القوات المصرية والدولة العثمانية الكافرة بين قوسين فقد أفتع الشيخ سليمان ابن عبدالله آل الشيخ أنا حفيد الشيخ محمد والشيخ حمد ابن عتيق من كبار العلماء بكفر وردة من أعانى جيوش المشركين التي هجمت على أراضي نجد وطالب الشيخ سليمان بمقاطعة المشركين اللي هم العثمانين يعني مقاطعتهم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وقال قد ناه الله سبحانه عن موالاة الكفار وشدد في ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما حشر معهم ويفهم مما ذكرنا أمور من فعلها تعرض للوعيد بمسيس النار يوم القيامة يجيب أشرين نقطة يوصي بالتزام بها أو يقول إن هذا واحد يلتزم بها سوف يدخل النار أحدها التولي العام لولاء السياسي يعني الثاني المودة والمحبة الخاصة الثالث الركون القليل شوية تعاونت معهم وركنت عليهم فأنت راح تدخل النار الرابع مداهنتهم ومداراتهم الخامس طاعتهم فيما يتولون وفيما يشيرون السادس تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإسلام الإسلام يعني الوهابيين فقط ولولاك كفار مشركين السابع مشاورتهم في الأمور إذا استشاروك إذا أشعرت عليهم أو أنت تستشيرهم هذا أيضا كفر الثامن استعمالهم في أمر من أمور المسلمين أي أمر كان إمارة أو أمالة أو كتابة أو غير ذلك التاسع اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين العاشر مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم الحدي عشر البشاشة لهم والطلاقة في وجوههم إذا أنت اضحكت لهم أو ابتسمت لهم هذا سوى جريمة راح تدخل النار عليه لأن ذلك كفار مجوز تبتسم لهم تبتسم لهم أيضا الثاني عشر الإكرام العام الثالث عشر استئمانهم وقد خونهم الله الرابع عشر معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبري القلم وتقريب الدوات ليكتبوا ظلمهم الخامس عشر مناصحتهم الثالث عشر اتباع أهوائهم السابع عشر مصاحبتهم ومعاشرتهم الثامن عشر الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم إذا البست مثلهم طربوش مثلا أنت صرت كافر التاسع عشر ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادات وحكماء العشرون السكنة معهم في ديارهم كما قال صلى الله عليه وآله من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم رواح أبو داود لحظوا الموقف العنيف من الدولة العثمانية وعدم جواز ولاءها أو تعاون معها وعندما قام محمد علي باشا باعتقال الأمير فيصل بن تركي سنة 1253 هجرية الأثمانيون كانوا والمصريون يعني ولاتهم كانوا مثلا أحيانا يجيبون أمير نجدي ويشيرون واحد آخر ويحطون هذا في مكانه وتعين الأمير خالد بن سعود واليا على نجد مكانه عندما قام بذلك وقف الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ معلنا أن موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال من الأمور التي تنقف التوحيد أنت كفرت بأله صارت وأخذ يحث على مقاومة القوات المصرية المشركة والجهاد ضدها حتى مع عدم وجود إمام أنت أي واحد ينسك أي واحد مثلا عثماني أو مصري يقتله بالطريق وعندما قام الأمير فيصل ابن تركي نفس هذا اللي اعتقلوه في البداية بعدين جابوه حطه أمير قام بتطبيع العلاقة مع الدولة العثمانية قام الشيخ عبد العزيز الخطيب بالأحساء واتهمه بالولاء للحكومة العثمانية الكافرة ومن ثم كفره هاي في القرن التاسع عشر نجي على القرن العشرين الدولة السعودية الثالثة اللي مستمر حتى الآن الموقف من العثمانيين والإنجليز محاربة العثمانيين وموالاة الإنجليز وإذا كانت الدولة السعودية الثالثة قد رفعت لواء الوهابية وخرجت على الدولة العثمانية الكافرة باعتبارها يعني فإنها اعتمدت على قوة أجنبية هي بريطانيا التي دفعت بعبد العزيز ابن سعود لاحتلال الرياض والانقلاب على الدولة العثمانية في الأول من شوال عام 1319 هجرية الخامس عشر من يناير عام 1902 ورغم ادعاء ابن سعود في البداية الولاء الظاهري للدولة العثمانية والاعتراف بكونه موظفا لديها وواليا على الرياض من قبلها في العشر سنوات الأولى من القرن العشرين إلا أنه قام باحتلال الأحساء من العثمانيين أخذها في أكتوبر سنة 1913 في الوقت الذي كانت الدولة العثمانية تواجه زحف البلغار إلى الأستانة والصرب إلى سالونيك واستيلاء الطليان على ليبيا من العثمانيين أخذوها يعني بدايات الحرب العالمية الأولى وسرعان ما كشف عن انحيازه ضد الدولة العثمانية إلى جانب بريطانيا عند اشتعال الحرب العالمية الأولى عام 1914 ولم يكتفي ذلك فقط شوفوا ماذا فعل قبول الحماية البريطانية وقام عبدالعزيز بن سعود بتوقيع معاهدة حماية مع بريطانيا هي معاهدة دارين دارين جزيرة في الخليج قرب السعودية التي وقعها في 26 ديسمبر 1915 في أز الحرب العالمية الأولى والتي أعترف بمجيبها باتباع نصائح بريطانيا وبحقها في الإشراف على علاقاته الخارجية هي تحدد أنت تكون صديق من وعدو من كما هو الحال اليوم يعني صادقوا هؤلاء عادوا هؤلاء وعدم إقامة إلاقات مع أي دولة إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة البريطانية والإعتراف بالهيمنة الاستعمارية البريطانية على الإمارات المحتلة في الخليج في مقابل ماذا؟ في مقابل الاعتراف به من قبل البريطانيا وبضمان الحكم له ولذريته من بعده مو بس أنت خليك حاكم أنت وأحفادك وأحفاد أحفادك راح احنا نحافظ عليهم وندعمهم وقد جاء في البند الأول من المعاهدة أن الحكومة البريطانية تعترف وتقبل بأن نجدن والأحساء والقطيف وجبيل هم الحقاتها التي تعين هنا والمرافق التابعة لها على سواحل خليج العجم كل هذه المقاطعات هي تابعة للأمير ابن سعود وأبائه من قبل وهي تعتذ بابن سعود حاكما مستقلا على هذه الأراضي يعني غير ما فيه هو الوحيد اللي خاضع تحت الحماية البريطانية ورئيسا مطلقا على جميع القبائل الموجودة فيها وتعترف لأولاده وأعقابه الوارثين من بعده على أن يكون خليفته منتخبا من الأمير الحاكم هو ولي ولي عهد سير وأن لا يكون مخاصما لإنجلترا بوجه من الوجوه هذه أهم نقطة أن يكون موالي لها وتابعا لها وجاء في البند الثالث من هذه اتفاقية الدارين أو معاهد الدارين يتعاهد ابن سعود أن يمتنع شوفوا شقد يعني ذلة وعمالة وتبعية أن يتعاهد ابن سعود أن يمتنع عن كل مخابرة أو اتفاق أو معاهدة مع أي حكومة أو دولة أجنبية وعلاوة على ذلك فإنه يتعاهد بإعلام الحكومة البريطانية عن كل تعرض أو تجاوز يقع من قبل حكومة أخرى على أراضيه لأنه صار موظف تابع موالي إلى بريطانيا وجاء في البند الرابع يتعاهد ابن سعود بصورة قطعية أن لا يتخلى ولا يبيع ولا يرهن ولا بصورة من الصور يقبل بترك قطعة أو التخلي عن الأراضي التي ذكرت عن فانصار هو مسؤول عنها تجاه ملك بريطانيا ولا يمنح امتيازا في ترك الأراضي لدولة أجنبية أو لتبعية دولة أجنبية دون رضع الحكومة البريطانية وأنه يتبع نصائحها التي لا تضر بمصالحه وجاء في البند السادس طبعا هذه المعاهدة موجودة بالإنترنت أنتم بحثوا عن بس كتب معاهدة دارين موجودة بكل الوثائق السعودية المعاصرة المطبوعة الآن بالسعودية وجاء في البند السادس يتعهد ابن سعود كما تعهد والده من قبل بأن يمتنع عن كل تجاوز أو تدخل في أرض الكويت والبحرين وأراضي مشايخ قطر وأمان وسواحلها وكل المشايخ الموجودة تحت حماية إنجلترا والذين لهم معاهدات معها وكان انحياز ابن سعود إلى جانب بريطانيا في الحرب ضد المسلمين والدولة الأثمانية وتوقيعه لمعاهدة الحماية المشينة مع بريطانيا يشكله في منطق الوهابية وحسب شروط التوحيد التي قررها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أكبر نواقض الإيمان وهو الولاء للكفار بعد ما في ولاء مثل هذا الولاء بالحقيقة خاصة في ذلك الوقت العصيب الذي كان فيه الإنجليز يخططون لاحتلال بلاد المسلمين وتمزيق أوصال دولتهم العظمى الدولة العثمانية كانت تحميهم على أقل واختصاب فلسطين وترسيخ جزور الاستعمار في المنطقة وإقامة الأنظمة التابعة لهم المهم مصلحتة أن يكون أمير وحاكم على هذه المنطقة مو مشكلة خليه يضرب بمصالح كل الأمة الإسلامية انقلاب ابن سعود على الإخوان ثم قام عبد العزيز ابن سعود بتوقيع معاهدة جدة سنة 1927 والتي التزم فيها بوقف الدعوة الوهابية مما أدى إلى استنكار الإخوان الإخوان هم جيشه جيش البدو اللي كان مأسسه ذولت عجبوا وقالوا شون قعدت تلتزم بهذه التفاقية أحصوا ذلك اليوم يعني هم الناس بدو مساكين ما يعرفون شون يجري بسياسة من تحت لتحت إلى أن علموا بذلك فاستنكروا وتمردوا عليه وقاموا بحملة دعائية واسعة النطاق ضده مشيرين إلى أن قبوله بمعاهدة جدة التي حرمتهم من مهاجمة الكويت والخليج والأردن والعراق اللي ظلوا كفار في نظرهم كانوا دليل على أنه قد باع حقوق بلاده إلى البريطانيين هكذا قالوا وهذا موثق في الكتب الصادرة من سعودية وأن إمامهم يعني ابن سعود قد أصبح أداة في يد الإنجليز وتولد لديهم شعور بأن ابن سعود يبغي الدنيا ويوالي من حد الله ورسوله وقالوا له بصراحة أنت كإمام كنت تدعو إلى الجهاز ضد الكفار والمشركين فإما أن تكون أنت دجال منآفق تحب ذاتك وتبحث عن منفعتك وإما أن يكون القرآن كتابا غير صحيح يعني الجهاد باطل يضحك عليهم بعدين حسوا بالضحك فانتخذوا هذا الموقف واستصدر ابن سعود فتاوى من رجال الدين الوهابيين ضد الأخوان الوهابيين تعتبرهم متمردين وخوارج وغلات بسرعة هذن الطمغات جاهزة وتخرجهم من إطار المسلمين أنتم بعد لم تعودوا مسلمين وذلك تمهيدا لشن حرب شاملة عليهم سنة 1930 كما استعانى ببريطانيا التي أرسلت طائراتها لتهاجم مخيمات الأخوان وتلقي القبض على زعيمهم فيصل الدويش وتسلمه إلى ابن سعود الذي اعتقله حتى الموت في السجن وقد أصيب الأخوان بصدمة كبيرة من تأييد كبار رجال الدين الوهابيين لابن سعود الماء مرتزقة أيضا وإفتائهم ضدهم رغم أن موقف الأخوان يعني أخوان جيش البدو كان أقرب إلى منطق الوهابية من ابن سعود مما دفعهم لاتهام المشايخ بالمداهنة في الدين وكتمان الحق ودفن ملة إبراهيم واتهام ابن سعود باستغلالهم لأغراضه الخاصة وتوسيع مملكته والتخلي عنهم وضربهم بعد ذلك لقد كان خطأ الوهابية الأكبر هو اعتمادهم على السلاح في بناء جيش الأخوان وإقامة دولة على سعود وعدم تفكيرهم بإقامة نظام الشورى وتعزيز دور الأمة في الحياة السياسية أو نظر إلى مصالح الأمة العامة نظر إلى مصلحتهم فقط ثم كان يهمهم الغزو والنهب والسلب أيضا بل إنهم اصطفوا خلال العقود الماضية إلى جانب آل سعود في محاربة الشورى والديمقراطية خلال القرن العشرين بعد ذلك يعني واعتبارها اعتبار الدمقراطية كفرا وإلحادا وشركا بالله مما عزز سلطة آل سعود الدكتاتورية وسماح لهم بمزيد من الانقلاب على الإسلام ومصالح الأمة الإسلامية ومبادئ الولاء والبراء وذلك بقيامهم بالتحالف مع الصهاين والتطبيع معهم ومعادات حركات التحرر الوطني في العالم العربي والإسلامي ولا سيما حركة المقاومة الفلسطينية واعتبارها ارهابية ولا يسعنا أخيرا إلا القول للأخوة السعوديين إذا لم تكنوا شيعة ولا مقاومين ولا ديمقراطيين فكونوا وهابيين ووالوا إخوتكم المسلمين وعادوا أعداءهم وتبرأوا من الصهاينة والمحتلين وتذكروا فتاوى علماء الوهابية الأولين التي كانت تحرم تولي الكفار ومودتهم والركون ومدهنتهم ومداراتهم وطاعتهم فيما يشيرون ومشاورتهم في الأمور واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين والبشاشة لهم واتباع أهوائهم ومصاحبتهم ومعاشرتهم والرضى باحتلالهم لفلسطين وتطبيع العلاقة مع الصهاينة المعتدين يعني هم في الحقيقة هذه الحركة الوهابية استخدمت هذا المبدأ القرآن الولاء والبراء ضد المسلمين وضد الدولة العثمانية ولكنها عندما وصلت القصة إلى الإنجليز والأمريكان والصهاين لا ذول أصبحوا أصدقائهم وأعداء وأخوانهم وأحباءهم ويوالوهما في إشكال والمشكلة أنه هذا المشاهيخ اللي الآن المسيطرين باسم التوحيد وباسم الإسلام وباسم الكذا يحاولون أن يؤولوا كلام الله ويستخدموا القضايا الإسلامية لمصلحة الحكام والسلاطين ويبرروا لأهلهم ويعني الناس البسطاء من السلفيين اللي ما يقبلون نقول الوهابيين طيب طيب سمهم ماذا بعد ذلك أنتوا ارجعوا شوفوا مصلحة الأمة الإسلامية أين شوفوا يعني حتى مصلحتكم هل هي مصلحتكم تكمن في الولاء للصهاينة والتطبيع مع إسرائيل التي تعتدي كل يوم على الشعب الفلسطيني وتسرك أرضه وتهينه وتقتله وتذله وتهدم دوره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته